قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن ثرنا فحيا أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 كلمات النشيد الوطني الجزائري النهاردة 1 نوفمبر يعني ذكرى انطلاق ثورة التحرير في الجزائر 1 نوفمبر 1954 قرر الشعب الجزائري أن يثور ضد الاستعمار والاحتلال الفرنسي ثورة المليون ونصف المليون شهيد النهاردة في الفقرة دي احنا بنحتفل مع الشعب الجزائري بثورته المجيدة لكن مش عشان نطلع نقعد نتكلم بس عن التاريخ أو عشان نطلع نقول الله ثورة المليون ونصف المليون شهيد اطلاقا احنا النهاردة بنتكلم على ثورة الشعب الجزائري ضد المحتل واللي هي بنشوفها من بعد 7 اكتوبر وبنشوفها في الأراضي الفلسطينية وبنشوفها في بلدان عربية وبنشوفها في شعوب عربية عايزة تتحرر من مستعمر أو محتل محلي مش أجنبي وبنشوفها في شعب فلسطيني في الضفة وغزة وفي القدس المحتلة بيسعى أن يتحرر أيضا من احتلال إسرائيلي صهيوني يحرق الأخضر واليابس وبالتالي ذكرى 1 نوفمبر الذكرى السبعون لثورة التحرير للشعب الجزائري هي ذكرى مختلفة هذا العام لأنها الحقيقة تمتزج بآلام وأمال الشعب الفلسطيني لما نقرأ عن ثورة التحرير في الجزائر ونقرأ عن رموز الثورة الجزائرية هتحس أنك بتقرأ عن رموز فلسطينية هتحس أنك بتقرأ عن تاريخ فلسطيني مش من سبعين سنة لا ده من أسبوعين ثلاثة هتحس أنك بتقرأ عن أشخاص في المشهد الفلسطيني رحلوا عنا من أسابيع قليلة من غير ما أقول أسماء وأنا بحكي الكلام تخيلوا معي مشهد غزة وما يجري هناك لأن دروس الثورة الجزائرية دروس عظيمة وكبيرة والحقيقة دروس ملهمة لأي شعب يريد التحرر من استعمار خارجي أو من محتل داخلي وما أكثر الشعوب العربية اللي بتعاني من الاحتلال الداخلي مش الخارجي خلونا نبدأ من محطات بارزة في الثورة الجزائرية الثورة الجزائرية أو الشعب الجزائري عانى مع المحتل الفرنسي وكانت فرنسا قوة كبيرة للغاية كان الحقيقة الجيش الفرنسي مكون من قوات للكوماندوز مظليين مرتزقة متعددين الجنسيات قوات حفظ أمن قوات احتياط قوات إضافية من بعض السكان أو من من أطلق عليهم الحركيين ميليشيات المستوطنين الفرنسيين كان عندهم مستوطنين بردو زي ناس كده وكان إجمال القوة الفرنسية حوالي نصف مليون مقاتل ربع مية وستين ألف مقاتل قوة الجزائر اللي هتواجه المحتل ده كانت قد إيه خلي بالك مقارنة القوة مهمة أوي لأنه في ناس بتعمل مقارنة القوة الأيام دي والأيام اللي فاتت والأيام الجاية وبتدعو الجميع إلى الاستسلام ورفع الرايا البيضاء الجزائر كان فيها عدد من التنظيمات الثائرة كان أهمها جيش التحرير الوطني التابع للفرع العسكري من جبهة التحرير الوطني وكان إجمال القوة تلاتين ألف مقاتل في مثل هذا اليوم منذ سبعين سنة بدأت الثورة الجزائرية انطلقت الثورة رسميا يوم واحد نوفمبر الف تسعمية بعد 124 سنة من الاستعمار والاحتلال الفرنسي 124 سنة وكان لسه في ناس عندها أمل إنها تتحرر وتحرر بلادها من المحتل ومن المستعمر بعد 124 سنة كانت فيه ثورة التحرير الجزائرية أحداث الثورة بدأت بكام واحد كام مقاتل 100 ألف مليون بدأت بألف ومتين 1200 شخص بدأوا الثورة في الجزائر زي النهاردة من 70 سنة كان معاهم كم قطعة سلاح يا جماعة كان معاهم 400 قطعة سلاح لا دول مجانين دول لا دول انتحار يا جماعة إزاي طيب ما هو ما ينفعش دول أكيد كانوا هيهلكوا الشعب الجزائري 1200 واحد كان معاهم 400 قطعة سلاح قرروا إنهم يثوروا ضد مستعمر فرنسي مع نص مليون مقاتل أول رصاصة أطلقت من جبال الأوراس في شرق الجزائر طبعا فرنسا بدأت بالرد بحل جميع الحركات والأحزاب الجزائرية وبدأت تغتال وتستهدف قيادات الثورة الجزائرية كان على رأسهم ديدوش مراد أو ديدوش مراد وأحمر زبانة وباجي مختار بعدها أشوف كان أول دور لمين جمعية العلماء الجزائريين المسلمين أصدرت بيانا وقعه الشيخ البشير الإبراهيمي فين في القاهرة يا حبيبي الشيخ الإبراهيمي والعلماء الجزائريين في القاهرة وقعوا بيان بيقولوا فيه إيه بيدعو الجميع للالتفاف حول الثورة طيب كانت في محطة مهمة للثورة في أغسطس 55 هنتكلم عنها بالتفصيل بعد شوية لكن عام 1955 ظهرت حاجة اسمها ألياد الحمراء وهي ميليشيات شكلتها فرنسا أو المستوطنين الفرنسيين بدأوا يخطفوا الجزائريين بدأوا يعذبوهم بدأوا يقتلوهم لكن أيضا شاهد ميلاد الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين الهجمات اللي حصلت في أغسطس 55 اللي هاجي لحضراتكم ونتكلم عنها بالتفصيل أعقبها بفترة مؤتمر كبير جدا وكان هو بداية تدويل الثورة الجزائرية وبداية السعي نحو التحرر أو حرب التحرير واستقلال الجزائر سنة 57 كان فيه إضراب شامل حصل في الجزائر دعت ليه قيادة الثورة لقى تفاعل كبير جدا في مناطق مختلفة من البلاد وعمل تأثير كبير جدا دعا الرئيس الفرنسي شارلي دي جول يوم 4 يونيو 1958 قادة جبهة التحرير أنه هم يعملوا مصلحة وكان الرضوخ الفرنسي ترتب عليه إعلان في القاهرة برضو اللي العلماء أعلنوا فيها دعم الثورة كان إعلان في القاهرة في 19 سبتمبر 58 عن تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية قاهرة كان لها دور كبير هنجيله دلوقتي طيب فرنسا لم تتوقف عند هذا الحد قعدت أربع سنين تكمل الإبادة الجماعية وتكمل القتل ووصلت الشهداء لمليون ونصف شهيد في الثورة الجزائرية حتى نالت الجزائر الاستقلال في 5 يوليو 1962 لكن الحقيقة في منعطف خطير حصل في الثورة الجزائرية بدأت 1 نوفمبر 1954 زي النهاردة من 70 سنة بدأت فرنسا تواجه وتغتال قيادات الثورة منهم ديدوش مراد زي ما قلنا أو ديدوش مراد في يناير 1955 اغتاله ديدوش مراد لكن ظهر بعده تلميزه أو مساعده أو نائبه اللي قرر يعمل عملية غريبة جدا في أغسطس في يوم السبت في شهر أغسطس 1955 هجمات عرفت باسم هجمات الشمال القصنطيني في الجزائر ايه حكاية الهجمات دي تعالوا نتعرف عليها مع بعض ونشوف مين اللي خلف قائد أو أحد قادة الثورة الجزائريين اسمه زيغود يوسف من جبهة التحرير الجزائري كان العدو في الهجمات دي هو الاحتلال الفرنسي بقيادة الحاكم جاك سوستل كان المكان الشمال القصنطيني في إقليم يقع شمال شرق الجزائر وبدأت الثورة الجزائرية تتحرك في قصة أنه هيوجه مجموعة من الهجمات القوية جدا للاحتلال الفرنسي وكان الشهيد زيغود يوسف اللي تولى قيارة المنطقة التانية خلفا للقائد ديدوش مراد اللي استشهد في يناير 55 اختاروا يوم كام؟ اختاروا يوم إيه؟ يوم 20 أغسطس 1955 كان يوم سبت نفدوا فيه عمليات هجومية ساعة الصفر فيها كانت منتصف النهار عكس كل التوقعات اللي كانت متعودة من العمليات دي بتحصل بالليل اتحركوا في العملية دي وشارك فيها مقاومين مسلحين ببنادق صيد مواطنين مسلحين ببعض الفقوس والعصي والآلات الحدة المقاومين الجزائريين في الهجمات دي هجموا ثكنات عسكرية وأتلفوا أعملت الكهرباء حرقوا مزارع ومخازن للحبوب تمكنوا من احتلال عدة مدن وقرى في هذا اليوم وده سمح للجماهير الجزائرية انها تعبر عن رفضها للاستعمار مسندتها لجبهة وجيش التحرير الوطني اتلوا من الفرنسيين في اليوم ده 125 فرنسي سواء من الجنود او المستوطني يبقى هم عملوا تحرك مفاجئ تحرك عسكري في يوم واحد بعد بداية الثورة بتقريبا عشر شهور واطلق على 20 اغسطس 55 بانه نوفمبر الثاني لرمزيته عند الثورة الجزائرية طبعا فرنسا ردت زي ما اي احتلال بيرد على حاجة زي كده وكان فيه تنكيل شديد جدا ارسلوا 17 طائرة للجزائر وكان فيه تصريحات فرنسية بتقول الجزائرين نظموا الهجمات يوم 20 من شهر اغسطس واحنا هنقتل منهم 20 الف شخص بالفعل استشهد من الجزائريين 12 الى 14 الف شخص وفقا للمؤرخ احسن بومالي في كتابه عن استراتيجية الثورة في مرحلتها الاولى حصل خلاف كبير جدا ما بين يعني ركائز ودعائم الثورة الجزائرية زي غود يوسف كان بيدافع عن الهجمات اللي عملها وقدها في 20 اغسطس 55 كويس؟ كان فيه خلافات كبيرة جدا وناس بتقوله انت بهدلتنا انت ضمرت الشعب الجزائري انت عملت ابادة جماعية للشعب الجزائري انت ما وصلتناش لاي حاجة حصلت خلافات كبيرة جدا دفعتهم لتنظيم مؤتمر اللي تكلمنا عنه من شوية اسمه مؤتمر الصمام لمراجعة وتقييم اداء الثورة بعد سنة من الهجمات اجتمع قادة الثورة في وادي الصمام زي غود يوسف دافع بقوة عن هذه الهجمات اعتبر انها خففت الحصار عن الثورة وتم ترقيته في المؤتمر الى رتبة عقيد لكن فرنسا ما سكتتش فضلت تطارد زي غود يوسف باعتباره مهندس هذه الهجمات وبالفعل اغتالته يوم 23 سبتمبر 1956 وقالوا عنه انه هو كان صاحب نظرة متكاملة للثورة ونظرة مختلفة كان عنده قدرة جيدة على قراءة الاحداث الداخلية والخارجية وتسبب في انتفاضة شاملة في المنطقة وكان لها اثر محلي وعالمي وتدويل للثورة الجزائرية واوصلتها الى الاستقلال بعد ذلك احنا بنتكلم عن فورة كان فيها تضحيات كبيرة جدا كان فيها قرارات مفاجأة كان فيها قرارات حصل عليها خلاف ناس قالت انتو دمرتونا وناس قالت لا انتو كنتوا السبب وعشان كده قلت لحضرتك التاريخ بيعيد نفسه احنا كأننا بالزبط بنحكي عن ايه عن اللي حاصل بعد 7 اكتوبر عن طفان الاقصى طبعا في خلافات والاسقطات مش دايما بتكون زي بعضها لكن في تشبهات كتيرة جدا في نقاط كتيرة جدا في فكرة مواجهة الاحتلال والنضال المسلح تحديدا لكن في الفترة بتاعة الثورة الجزائرية كان في دولة ذكرت عاصمتها مرتين وانا بكل كان ليه دور كبير جدا في دعم الثورة الجزائرية للأسف الدولة دي بيحكمها دلوقتي نظام بيودي سلاح لإسرائيل نظام قافل المعبر في وش الفلسطينيين نظام عنده برايمي العرجاني اللي بيصمصر على دم الفلسطينيين الموقف المصري موقف الدولة المصرية والنظام المصري والشعب المصري من الثورة الجزائرية كان موقف تاريخي تعالوا نفتكر مع بعض زي الأيام دي من سبعين سنة مصر كانت بتقدم ايه للثورة الجزائرية عشان نتحصر على الوضع اللي احنا فيه دلوقتي أول شحنة سلاح وصلت لثوار الجزائر كانت مقدمة من مصر عام ستة وخمسين قدرت بحوالي تمنتلاف جنيه محمد حسنين هيكل في كتاب ملفات السويس حرب الثلاثين عاما قال انه طلقت الثورة الجزائرية أكبر شحنة من السلاح المصري أثناء اندلاع القتال على الجبهة المصرية ابان العدوان الثلاثي عليها كانت صفقة سلاح من أوروبا الشرقية للجزائر بتمويل مصري بلغ حوالي مليون دولار قدمت مصر خمسة وسبعين في المية من الأموال التي كانت تقدمها جامعة الدول العربية للثورة الجزائرية والمقدرة باثناشر مليون جنيه سنويا السطر الجاي ده أثر فيها جدا الحقيقة مصر خصصت الدخل الأول من تأميم قناة السويس اللي بلغ ثلاثة مليار فرنك فرنسي للكفاح الجزائري أهم التدريبات العسكرية الفعالة لجيش التحرير الوطني خارج الجزائر كانت بتحصل في مصر لدرجة دفعت ديفيد بن جوريون أو الرئيس وزراء إسرائيل أنه يقول على أصدقائنا المخلصين في باريس أن يقدروا أن عبد الناصر الذي يهددنا في عمق إسرائيل هو نفس العدو اللي بيواجههم في الجزائر القاهرة كانت مقر الحكومة الجزائرية المؤقتة اللي تأسست في 19 سبتمبر 58 مصر قامت بتمثيل الجزائر في مؤتمر باندونج اللي عقد في مايو 55 النشيد الوطني الجزائري اللي بدأت به واللي بدأ استعماله سنة 63 كان من تلحين الفنان والملحن المصري محمد فوزي والحقيقة لنا حق نتحصر على الدور المصري